تشهد مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور تصعيداً ملحوظاً في الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث أعلن الجيش شن غارات جوية مكثفة على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في الجزء الشرقي من المدينة وسط محاولات لقوات الدعم من إحراز تقدم ميداني المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله قال إن القوات المسلحة بالتعاون مع القوى المشتركة والمقاومة الشعبية تمكنت من إفشال مخططات الدعم السريع للاستيلاء على الفاشر مشيراً إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الدعم السريع وتدمير عدد كبير من آلياتهم من جانبها أكدت القوى المشتركة للفصائل الدارفورية المسلحة مشاركتها الفاعلة في صد الهجوم مشيرة إلى أن هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات التي تشنها الدعم السريع على المدينة في المقابل نشرت منصات إعلامية موالية لقوات الدعم السريع على منصة إكس أن قواتها حققت تقدماً ملحوظاً في المعارك مشيرة إلى سيطرة على مواقع استراتيجية بالقرب من القاعدة العسكرية الرئيسة في الفاشر من جهته أعلن حاكم أقليم دارفور من أركوم ناوي عن هدوء نسبي في المدينة بعد تدمير تحركات ميليشيات الجنجويد والقضاء على معظم قياداتها الميدانية يأتي تصاعد الاشتباكات في الفاشر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط تحذيرات الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد حيث أسفر الصراع المستمر منذ نيسان أبريل من العام الماضي عن مقتل أكثر من 188 ألف شخص وإصابة الآلاف وتشريد الملايين ترجمة نانسي قنقر